موسيقى اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي كما تحدثنا في الحلقة السابقة عن تنصيب عبداللطيف رشيد رئيسا لما يسمى رئيسا للعراق في نفس الوقت كان لابد من الحديث في هذه الحلقة والحلقة التي تليها عن ما يسمى بتكليف محمد الشاع السوداني بتشكل الحكومة الجديدة الحقيقة قوال عشرين سنة مبت كلما شكلت حكومة جديدة خلال هذه العشرين سنة كنا نسمع نفس الحديث نفس الخطاب يعني والخطاب هذا لا يقتصر على الداخل العراقي لكن الأقليم يتحدث دول الأقليم تتحدث والعالم يتحدث بنفس الخطاب يعني يتعاونون على محاولة ترضيل العراقي الحقيقة وأقولها بكل صراحة أجهزة سياسية وإعلامية تتعاون أقليمياً ودولياً لترضيل العراقي وداخلياً بالقول أن هذه الحكومة ستكون حكومة مثل ما يسميها محمد الشياء السوداني حكومة إنجاز سيكون إنجازها جديد ستكون فاتحات خير ستكون يعني رؤية جديدة العراق سيخرج من كذا الآن انتهت المشاكل هكذا كانوا يتحدثون واليوم يتحدثون بنفس اللغة وبضجيجة أعلى بكل يتحدث إنه انتهت قضية خلاص العراق الآن وكأنه يعني هذه الحكومة ستحمل عصا سحرية ستغير كل شيء ستنهي العملية السياسية ستنهي المحاصصات ستنهي الفساد والخراب والدمار والانفلات وانفلات السلاح وتغول إيران وفقدان السيادة كل هذا ستنهي بلمسة واحدة من هذا العصا السحرية اللي يملكها يملكها محمد الشيعة السوداني وبالتالي العراق سيتخلص من كل ذلك هذه واحدة من الكذبات الكبيرة الحقيقة يعني رأينا ترحيب أمريكي وترحيب فرنسي وإيراني باختيار رئيس الجمهوري عبداللطيف رشيد وتكليف محمد الشيعة السوداني بتشكيل الحكومة لكن السؤال الذي يطرح نفسه دائما وكل العراقين يسألونه ويسألون أنفسهم ويسألون غيرهم يعني هل هذا التكليف الجديد تنصيب رئيس الجمهورية وتكليف محمد الشيعة السوداني بتشكيل حكومة جديدة هل هذا سيغير من الواقع ومن الحقيقة شيئا هل يمنح العراقيين هذا أمل جديد أي أمل لاستعادة بلدهم هذا السؤال المهم الحقيقة أن كل الحكومة ما فيها حتى هذا الذي يأتي الآن تول يشكل الحكومة ويقول بأنها حكومة إنجاز هل سيحافظ على العملية السياسية أم لا وهو يصرح وهو ابن العملية السياسية العملية السياسية باقية والقوة التي أوصلته أو رشحته ووضعته بالواجهة واصرت على ترشيحها هي قوة الإطار التنسيخ التابعة لإيران قوة ميليشياوية وحزبية التابعة لإيران بيشكل وضوحية تعلن هذا إذن من نصبه هي إيران وبالتالي لا يمكن الحديث عن تنصيب بإرادة عراقية الحديث عن أن الشعب العراقي ممثلي الشعب العراقي قد انتخبوني هذه كذبة كبيرة أولا وسأقول لماذا كذبة كبيرة والكل يعرفها آخر انتخابات ما سميت بالانتخابات المبكرة أكثر من 85% من العراقيين والكل يعرفها أمريكا تعرف والاتحاد الأوروبي يعرف والجامعة العربية تعرف والشعب العراقي يعرف وكل أحزاب وقوى العملي السياسية تعرف هذا أنه أكثر من 85% من العراقيين الذين يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات لم يذهبوا الانتخابات قاطعوها من ذهب إلى الانتخابات 15% والقل من 15% ربما 13% هي الميليشيات والقوى الأمنية الحكومية والقوى المستفيدة من هذه الأحزاب وأتباحها هؤلاء الذين ذهبوا هل هؤلاء 15% وال13% يمثلون الشعب العراقي لكي تكون الحكومات والقوى التي تحكم العراقية شرعية ويكون البرلمان شرعي ويمثل الشعب وينتخب رئيس الجمهورية وينصب رئيس الجمهورية ويقوم رئيس الجمهورية هذا بتكليف شخص معين لتشكيل الحكومة وهذا الشرعي دعونا من الشرعية لأن الشرعية طوال 20 سنة لا شرعية لكم لا بهذه الانتخابات المزورة ولا بشرعية الإنجاز لم تنجزوا شيئا والعراق من خراب إلى خراب طيب إذا كان الشعب قاطعها فكيف يقول السوداني إنه الشعب انتخبني ويشكر الشعب وممثلي الشعب هؤلاء لا يمثلون الشعب الحقيقة لأنه حتى الـ 15% الذين ذهبوا إلى البرلمان الكتلة الأكبر منهم اللي هي الكتلة التيار الصدري اللي حصلت على 76 مقعد انسحبت فمن بقية بالبرلمان عوضوهم عوضوهم من هذه القوى اللي موجودة فمن بقية بالبرلمان وقت القوى اللي تشكل أقل من 7% من من القوى التي شاركت بالعملية السياسية شاركت بالانتخابات أقصد هذه القوى 7% أو 8% أو 10% هل تمثل الشعب العراقي هل تمثلون إرادة العراقيين هؤلاء الذين في البرلمان يمثلون إرادة العراقيين من رئيس البرلمان إلى أصغر واحد هل يمثلون إرادة العراقيين هذه الكذبة كبيرة جدا وهذه الأمم المتحدة التي احترفت بفساد العملية السياسية وفشلها كيف الأمم المتحدة أن تضع يدها تقول نضع يدنا بيد محمد الشعى السوداني ونوازره ونقفهم مثل ما قالت السفيرة الأمريكية مثل ما قال الفرنسيون كيف يمكن هم اعترفوا بأن العملية السياسية قالت فاشلة في آخر خطاب إلها في آخر يعني في آخر رحلة أهالي مجلس الأمين لتوضيح الصورة قدمت إضاحا عن الوضع بالعراقي وقالت أن العملية السياسية فاشلة وفاسدة ولا يمكن صلاحها طيب ما هذا من العملية السياسية ودعنا من هذا وذاك هو محمد الشعى السوداني جديد على الساحة ما هو جزء من هذا الخراب الذي عمل بالعراق منذ عام 2003 لحد دلال هذه القوى التي دمرت العراق وخربته أشاعة الفساد والخراب والطائفية والفكر التهديمي ومزقت المجتمع وأجرت وذبحت هو جزء منه وكان وزيره وكان أكثر من حقيبة وزارية وكان أكثر من مسؤوله وكان محافظه وكان عضو برلمان وجزء وشخصية معبرة عن إرادة المالكي ودافع عن المالكي عندما كان وزير الحقوق الإنسان وعندما اتهمتها تقارير من الأمم المتحدة من هيومن رايس ووش بأن هناك تعذيب وقف يدافع عن الحكومة ودافع عن المالكي وليس هناك هذا واقع الحال فبالتالي كيف يمكن لهذا الشخص الذي كان ولا زال أداة من أدوات هذا التخريب كله أن يكون أداة للبناء ما هو هذا السؤال هذا ليس ضد هذا الشخص وليس انتقاصا منه لا نعرف هو ليس إلا أنها علاقة بي لكن هذا التكوين اللي بداخل هذه العملية السياسية ثم ثانيا العملية السياسية هي أساس خراب العراق هذه بالمحاصصات الطائفية والأثنية والعرقية بالتالي يعني إذا استمرت هذه باستمرارها والخراب مستمر فالحديث عن إنجازات وسنفعل وسوف وكذا هذا كلها سمعنا سمعوا الشعب العراقي وشبعوا منه وما عاد ما عاد يقبلون به وما عاد يعني يستطيعون تضليلهم به يعني هذه العشرين سنة هذا الشعب العراقي هذا الشعب الخير والشعب العقل والرؤية والبركة والرؤية الطيبة والرؤية الحصيفة هذا الشعب اللي دوما نقول عنه وهو واقع الحال يعني عمق الحضاري آلاف السنين وبناء تراكمي هو وصل هذا لا يمكن خداعة مثلما حمد الشيع السوداني يعني ليس وليد اللحظة لم يأتي ببراشوت وينزل الآن وهو يعني نسلف ونطلعون نيله هذا بناء تراكمي هو عضو حزب الدعوة يقول لنا طلعت من عزو الدعوة ما هذا البناء التراكمي وبناء فكري وبناء نفسي وعلاقات والقوة التي رشحته هي التي تتغنى فبالتالي انت شلون تخلصنا من التغول شو تخلصنا من من تحكم الميليشيات شو تخلصنا من السلاح النمفليت وشلون الاقتصاد الديرة العصناعة لزراعة إيران ما تقبل ما تقبل نسوي مصانع وإيران ما تقبل نسوي زراعة لأنه 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 مصالحها توقع السوق العراقي محتاجة إلى كل زراعتها وصناعتها وكل كل مواته والسوق العراقي يجب أن تغرق بفضاحة فلا تقبل 20 سنة احنا بلا زراعة ولا صناعة ولا تجارة وما عندنا غير النفط تيجي أمواله وتذهب إلى الفساد وتريليون ونصف تريليون دولار سرقت ونهبت والعراق من خراب إلى خراب فما الذي يجعل التغيير مثلما البعض يتحدث وحد الصحف مع الأسف يعني اسمها يرتبط بالعرب تتحدث عنه أنه التغيير قادم والعراق الآن خلاص يعني ما هذا الكذب ما هذا الادعاء العراق ما انتهت مشكلته مشكلة مستمرة كل الذي يجري هي محاولات استمرار العملية السياسية بقاء العملية السياسية بقاء الخراب والدمار لذلك ثوار تشتري كانوا يطالبون بانهاء العملية السياسية وكانوا يريدون وكان شعارهم الأساسي نريد وطن لأنه يعرفون أن الوطن سريب ومحتجز وأسير عند هؤلاء الذين يحكمون العراق هذا واقع الحال وبالتالي تيجي حكومة غير حكومة يجي رئيس وزراء جديد غير رئيس وزراء جديد في نفس الإطار ونفس التكوين لن يتغير شيء المستنقح هو هو يأتون بطابق جديد طابق من نفس المستنقح لكي يعموا هذا المستنقح وأقصد العملية السياسية بقاء العملية السياسية بقاء الخراب وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين وهناك حديث طويل عن هذا الموضوع سنكمله في الحلقة الأخرى إلى ذلك أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة